هذا الشهر استنفذت قالت لي بكرة بكرة يسوي لك مقابلة المقابلة كانت انتهي لها الطول من تاريخ الرسالة بالإيميل تاخذ وقت سبع أيام شنو القصة؟ ما أعرف يعني قيل عدة سيناريوهات أنه الرئيس بقاعدة سيلية أنه الرئيس بمكان آخر لأنه ما يستغرق هذا الوقت إذا كان الرئيس ببادات ما يستغرق وقت يعني استنتاجك أنه تعتقد أنه كان صار علي عدة يعني كلامتنا من مصادر يعني أنه الرئيس قد يكون في بعض المحطات في قاعدة سيلية خارج العراق في قطر في قطر فهذا الوقت الذي كان مصدر بس أظن مرة من المرات هو نافي ما أعرف وين يعني نشر شيء بهذا المعنى ويقال أنه نفى قائل أنه أنا ما طلعت خارج العراق أو الأمريكان ما طلعوني لربما مو دقيق هذا الكلام الذي أقول لعني مو دقيق هذا كلام هو إذا أراد ينقله ما رح يخلوه يشعر إذا أراد ينقله ينقله بطائرة ما رح يشعر على العموم قلت لها استنفذت قلت لي بكرة أعملك مقابلة قلت لها بكرة أعملي لمقابلة رجعت للرمادي كنت بعد ما طالع فمرجعت وراء خمس أيام اتصلوا بي الأمريكان كان التليفون يعودهم طبعا والتليفونهم عندي حتى الجانب الأمان يعني جانب أمان الرئيس ومكانه لأنه كانوا يخشون قالوا لي أكثر مرة أنه نحن نخشى من الأقمار الصناعية الروسية والصينية أنه تعبر الإيران وإيران تعبر الميليشياتها وممكن يقصف مكان الرئيس ويدخلونا بحراج يدخلو الولايات المتحدة الأمريكية بموقف حرج فلزيادة سرية تليفون تواصل مباشر إتصلت عليه قلت للوقت كالعادة المكان بكرة المقابلة الوقت طبعا دائما ساعة ثمانية المكان يسمونها نقطة صفر تحت عباس مفرناس راحت على الوقت الثامنة صباحا طبعا الثامنة صباحا إذا تتأخر دقتين عفوك يروحون راحت على التوقيت طبعا ما لدي أحجي لك رهاصات الطريق خطورته وإحيانا الأمريكان ينضربون يعني من أمشي وراهم آني أو صدفة رتل يعني عشرات مرات يعني أن قتل هاي المواقف عمرك طويل الله يبارك فيك العمار بيد الله فراحت أخذوني فمباشرة من فتحه الباب اللي يتواقف هو وهم حياني نفس التحية الله حيب على الله حيذ ليم حمامة أو غراب قلت له والله إذا حمامة يمك يعني أنت تقدر تحدد تحدد النتيجة حمامة أو غراب يعني ملاطفة جلست حجية للحوار اللي دار بكل التفاصيل ومثل ما بالبرنامج اختصرتها أكيد بكل التفاصيل قال لي أستاذ خليل أنا يعني بعد هذا العمر الطويل يعني أقوم أهتم بحياتي أنا ولدت في العراق وأموت في العراق زايدا هم راح يجون طبيعة المفاوضات هل هي الندية لهم مفاوضات معتقل عن قوة قوة احتلال قلت لأني بتقديري الندية مفقودة لأنه أنت أسير عندهم ما راح يقدر يجبوني إياك وفد ويجلسون هم وأنت تدلسك بالهم عملية يعني من حيث الواقع والواقع العبلي الندية مفقودة قال لأني أريد الندية فأني أرفض ولدت في العراق وأموت في العراق وما أطلع منها إلا شيء أرفض ترجمة نانسي قنقر